دكتور حالة لعلها متكررة في بيوتنا عادة ما يكون الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة هي نائب أو نائبة الأم أو الأب في غيابهما أو حتى في حضورهما أحيانا طيب في هذه الحالة بعض الأخوات ربما لا يملكنا الحكمة في إدارة الأمور مع أخواتهم فيصبحوا قادة لعلهم ديكتاتوريين على إخوتهم الصغار إلى ما هنالك هنا كيف يمكن للأهل أن يمسكوا العاصة من الوسط بين أن يزرعوا فعلا روح القيادة لدى الكبار ويشعرهم بأنهم مسؤولين عن إخوتهم الصغار لسيما عندما يخرجون إلى الخارج كالمدرسة وغيرها وبنفس الوقت لا يقتلون أيضا شخصيات الصغار وكما نقول ندمجها أو نزيلها أو نذيبها في شخصيات الكبار نعم هذه مسألة الموازنة نعم صحيح الآن عندنا مسألة وهي أنه في بعض الحالات نجد أن الشاب تلقائيا يأخذ زمام المبادرة ويصبح يعني لا نقول متسلطا لكن يصبح يحاول أن يفرض شخصيته يفرض رأيه بعض الشباب يفرضون آراءهم على من هم أصغر منهم أو يفرض رأيه على أخته ويصبح هناك نوع من الصراح لهذا نحن ماذا قلنا هذا الأمر هو عبارة عن ماذا مهارة أو كفاءة أو حاجة من الحاجيات النفسية والاجتماعية للمراهق عندما نسمح أو نحطي فضاء للشاب في أن يطبق أو أن ينفذ هذه الرغبة يأتي دور الأب في التوجيه أنت الآن أعطيت له إدارة الرحلة أو أعطيت له إدارة تصرفات إخوانه في البيت ولاحظته بأنه عنيف في توجيه الأوامر رأيته نوعا ما فيه إجحاف إعطاء الحقوق رأيته أنه يتسلط فأنت ماذا هذه الملاحظات تسمح لك بأن توجه ابنك بمعنى أنه يرتكب الأخطاء الآن وهذه الأخطاء من خلال التوجيه يحسن من خلالها آداءه فهذا ضرورة ولكن إن لم تعطيه هذه الفرصة فيقينا في يوم من الأيام سيأخذ زمام المبادرة وربما عندما يأخذ زمام المبادرة في تلك الفترة يكون غير قادر أو الأب غير قادر على توجيه غير مؤهل أيضا يكون الطفل غير مؤهل والأب غير قادر على أن يصلحه فلتة الأمور لهذا بعض الأباء يقول لك تأتي شكوى من المدرسة أو من الجيران يقول لك ابني ليس هكذا ابني لا يفعل لماذا لأنك أصلا ما أعطيته فرصة لتعريفه ما أعطيت له فضاء لكي يثبت ذاته ويظهر الخصائص الموجودة عنده شكرا